طبعا احنا شوفنا فيه اهتمام قد ايه بالبطولة يعني كفاية طبعا حضور جاني امفانتينو في مباراة الافتاحية بيان لويجي كولينا الحكم الايطالي الاشهر يمكن يكون اشهر حكم الناس كلها عرفته او يعني شافته على مدار تاريخ كورة القدم للمباراة متسبي والكلمة الالها في الافتاحية وكتير من الزعماء والرؤساء في البطولة فده واضح قد ايه الاهتمام الاعلام لكن الحقيقة وانا سمعتها اراء كتير وشفت ارسن فينجر كنت عايز اسمع رأيه في التحكيم في افريقيا وعايز اقول له ان دي مش الواقعة الاولى دي قبلها حاجات كتيرة جدا بتحصل في مطشط كبيرة ومطشط مهمة بتجمع اهم الاندية الافريقية في اهم البطولات القرية هو ده مستوى التحكيم عندنا ايه رأي حضرتك سمعنا كده رأيك في مستوى التحكيم اللي انت شفته الوحيد الوحيد اللي بتعرفش تاخد منه لحق او لبطل هو حكم المباراة والوحيد اللي انا اشيل همه في مطشط الاهلي اللي جاية هو التحكيم على المستوى الافريقي اللي الحقيقة فضايحه واخطاءه اللي اصبحت يعني تكاد تكون معلومة شبه معكدة انها بنية مبيتة يعني فيه لعبات كده فيه كرات شديدة الوضوح ما فيها هاش خلاف ومش محتاج تروح للفار مرة واثنين وثلاثة ومش محتاج تشوفها من زاوية واثنين وثلاثة تكرار الاخطاء اللي بقت بتحصل في مطشط المهمة تحديدا ضد النادي الاهلي بقت الحقيقة تريد مارك الاتحاد الافريقي هل هل ممكن تشوك انه فيه تعليمات للحكام بمحاولة تفويت مطشط او محاولة تجنب اخطاء يجب احتسب على صالح النادي الاهلي هل فيه تربص من التحكيم الافريقي لانه القصة كمان بتحصلش من حكم بعينه دي بقت بتحصل من حكام كتير وبتحصل مش بس في بطولات قرية احنا حتى داشوفنا في بطولة كاس العالم من الحكم الافريقي او الحكم الجزائري مصطفى غربان على كل الاحوال دي الحاجة الوحيدة دي الحاجة الوحيدة للأسف ممكن تعطلنا لكن في النهاية رهاني وانا قلت طول ما الاهلي جاهز وطول ما احنا في قمة بنقدم افضل ما عندنا معتقد انه مفيش حد ممكن يوقفنا حتى لو كانت منظومة التحكيم الافريقي